طيب تعالوا نروح بقى لأرقام محمد صلاح التاريخية العظيمة مع نادي ليفربول وهي أرقام مدهشة وعظيمة تعالوا نشوف محمد صلاح أصبح الهدف التاريخي لنادي ليفربول في الدولة الإنجليزية الممتاز برصيد 129 هدفا خلال 205 مباراة متفوقا على روبي فاولر صاحب 128 هدفا خلال 266 لقاء يا سئيدي سموني أغني النهار ده بقى الهدف التاريخي لنادي ليفربول في دورة أبطال أوروبا برصيد 42 هدف خلال 6 مواسم متفوقا على ستيفن جرارد صاحب 41 هدفا خلال 14 موسم كما أنها أكثر من سجلة لقميس ليفربول على ملعب أنفلد في الشامسدينج ملعب ليفربول برصيد 19 هدف قول كمان الهدف التاريخي للعرف في الدوريات الأوروبية برصيد 175 هدف خلال 346 مباراة متفوقا على المغربي حسن أقصبي لاعب أندية نيم أولمبك وستادريمس ومناكل الفرنسية بـ 173 هدفا في 293 مباراة اتربني يا جمالك أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في الشباك منشستر يونايتد لست مباريات على التوالي بمختلف البطولات كما أصبح اللاعب الثاني الذي يسجل عشرة أهداف في مرمى منشستر يونايتد بعد الأسطورة سويت نيوكاسل ألان شيرر ماشي تصدر قائمة الهدفين التاريخيين الأفارقة في الدوري الإنجليزي بالرصيد 131 هدف خلال 218 مباراة كما أنه أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافا في دوري أبطال أوروبا متساويا مع ديديد رجبة بـ 44 هدف مدهش رائع بقولك الكلام عن صلاح ممكن يخلص هو بقى نفسه مش بيخلص عشان كده مضطرين والإطرال الحلو الجميل أنك طول الوقت تتحدث عن عظمة لاعب وأنا كمان مش يعني مع كامل الاحترام يعني هو مش مجرد لاعب عظمة إنسان مصري مشرف خلينا دايما رأسنا مرفوعة للسماء صورة محمد صلاح وهو على كل المواقع العالمية أخبار محمد صلاح تصريحات أساطير العالم عن محمد صلاح أداء محمد صلاح اللي مش بينزل ولا بيهبط بقولك حتى لما الليفر بيهبط محمد صلاح مش بيهبط بيهبط في المستوى مفيش احترافية مدهشة أسطورة بكل المقاييس إنسان يشرف أي إنسان مصري ملهم بقى ونموذج وفخر كل الكلام الحلو اللي إنت هاي تسمعوا تسمعوا يعني تسبب شكرا